بكل المعارك اللي مريت بيها موقف بشاك أو كل ما تتذكره بالشي والله هذا موقف جندي من جنودي يعني بالموصل يعني حاتشي أكثر من المرة لكنه فعلا أزني بيه هو ولازلت يعني جينا نعبر قال سيدي خل عبر قدامك قلت لا أنا راح أعبر فرع ضيق كلش وين هاي بالموصل قلت له خلي أعبر يعني ما أعرف أنا حسيت أنه أنا حتى من جنة تريد أعبر أحمي نفسي بالبداية لأنه القناص ما ينتبه لأول واحد فقلت خلي أعبر وقلهم انتظروا يعني هي كانت نيتي يعني أقلهم لحد يعبر خمس دقائق يتعلم ما يأيس القناص أنه ماك أحد فأني عبرته وعبره مباشرة فضرب القناص هو لابس درع بس القناص يعني هاي المنطقة مفتوحة ما بيها درع فوقع يعني وقع يعني صعبة تخليلي لأنه أنقاض موجودة هي بالموصل القديمة يعني والطريق كذا قلت شي يدربالك على جهالي دربالك على جهالي دربالك على جهالي أو بعدك بتواصل لعائلتي بس ما سويت لهم شي يعني ما قدرت يعني كنت ناوي أنه هاي التعينات كنت ناوي عين أخو طلعت قبل التعينات أنا الوقت خلص أعرب لك عن ساعاتي وامتناني لحوار كان فيه أكثر من فائدة على مدى ليلتين رمضانتين رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق الفريق الأول ركن عبدالوهاب السعدي تحياتي واحترامي شكرا لكم قادة النصر اشتركوا في القناة